إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالأجل فهذه الآية نزلت في الكعبة تدري إن مفتاح الكعبة مع عائلة تحتفظ فيه ولا أحد في الدنيا هذه كاملة يقدر يأخذ منهم ما حد يقدر يأخذ منهم أبدا حتى يوما هذا حتى رسول الله يوم أخذ مفتاح الكعبة نزل عليه الوحي من الله يأمرها الله بأنه يعيد الأمانات إلى أهلها فمن هم هذه العائلة واش قصتهم واش سر وتدري إن في صلاة اسمها صلاة الفتح كثير مننا ما يعرف إش هي صلاة الفتح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في قصة اليوم أبو سفيان كان يبغى يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بعد ما أعلن إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم رفض أنه يدخل الكعبة لكن يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقي بداخل الكعبة بحض الصور ينصدم بصور داخل الكعبة غريبة وعجيبة النبي يأمر الصحابة بأنهم يقتلون عشر أشخاص حتى ولو أنهم متعلقين بأستار الكعبة حذر النبي صلى الله عليه وسلم دماغ والأنصار يبكون بكاء شديد حتى وصلت دموعهم إلى رقابة في إش هي الصور اللي لقها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وإش قصة أبو سفيان يوم حاول يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم وليش الأنصار رضي الله عنهم بكوا هذا البكاء الشديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانة ومأواكم ومثوانة ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم إن شاء الله أنكم بخير ومككم اليوم عندنا أنطار وما عندي وقت لأني أصورها الحين الحقيقة فإذا طلع لكم أصوات مطر في الفيديو أنا أعتذر يعني إن شاء الله أنني أقدر أشيل هذا الصوت بقدر المستد لكن كالعادة نقول هذا الجزء الرابع من فتح مكة فيه ثلاثة أجزاء ذكرناها من قبلها فيها تفاصيل تحتاج أنك تعرفها عشان تربط الأحداث مع بعض أما ثانيا في بعض الأشياء اللي قبل نبدأ لازم نشرحها لازم نشرحها لكم عشان إذا ذكرناها في القصة تفهم الموضوع بشكل أحسن واللي من هذه الأشياء من هم الأنصار ومن هم المهاجر أعرف أن أغلبكم يعرف بس عشان تتضحي الصورة لبعض اللي ما هي المهاجرين هم اللي هاجروا من قومهم وعشيرتهم وفارقوا منازلهم وأوطانهم وتركوا حتى بعض أموالهم وراهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا إيمانا بالله ونصرة لرسول الله فأنزل الله سبحانه وتعالى في وصفهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائز فهم أعظم درجة من الأنصار اللي هم من العرب العاربة والأنصار كانوا هم سكان يثري اللي تسمى بالمدينة المنورة الحين وهم قبيلتين الأوس والخزر وسموا بالأنصار لأنهم هم الوحيدين اللي نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عادة قريش بل جميع قبائل الجزيرة العرب والعالم كامل حتى وتوعد المشركين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والتعليم من بين العالم هذا كامل نصروه الأوس والخزرج سكان يثري اللي يسموا بالأنصار فأنزل الله سبحانه وتعالى في الأنصار هذه الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجيدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يثني على الأنصار رسالله سبحانه وتعالى وصف المهاجرين والأنصار في آية واحدة فقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواها وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الحظ الله يجعلن ممن اتبعهم بإحسان يا رب العام ويجمعن معهم في جنات تجري تحتها الأنهار قولوا آمين أما الشيء الثاني من هي هذه العائلة اللي تملك مفتاح الكعب وليش معهم المفتاح إلى يوم كان هذه العائلة الحين يسمونها بنو شيبة ونسبهم يعود اللي بنوا طلحة وهم من بنو عبد الدار وبنو عبد الدار هذولة بطن من بطون قريش وكان نسبهم يعود إلى إسماعيل عليه السلام وكان عندهم مفتاح الكعبة اللي توارثوه من إسماعيل عليه السلام أبن حنجح عدريش السؤال اللي في ذهنك النبي من بني هاشم وهو من نسل إسماعيل عليه السلام بره ليش المفتاح هذا ما توارثوه بنو هاشم ليش بنو طلحة ومو بنو هاشم لما تعرفه أن بنو طلحة اللي بنو عبد الدار هذا ولاب وبنو هاشم يرجعون كلهم لنفس الأب وأبوهم الاثنين هو قصي بن كلاب قصي بن كلاب هذا كان جدة إسماعيل عليه السلام وقصي بن كلاب هذا والد من جدة مفتاح الكعبة يعني كان مفتاح الكعبة مع قصي وكان عند قصي أولاد ومن هذول الأولاد عبد مناف وعبد الدار عبد مناف اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الدار اللي هو جد بنو طلحة واللي هم بنوا شيبه الأن في يوم مات أبوهم قصيب كلاب أولادها تقسموا الولث وكان مفتاح الكعبة من نصيب عبد الدار اللي هو جد بنو طلح أما أخوها عبد مناف اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من نصيبها المفتاح لكن المفتاح هذا قد تعرضوا بنو طلح بسببها لحروب دامية فتوارثوها حتى صارت من نصيب رجل اسمه عثمان بن طلح وهو صحابي من الصحابة اللي أسلم مع خالد بن الولي أسلموا مع بعض وهاجروا مع بعض وتذكرونها القصة قد ذكرناها قبل وعثمان بن طلحة يقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جدهم قصيب كلاب فقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع عثمان بن طلحة المفاتيح في قص عثمان بن طلحة قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل لعثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف قبل الهجرة واللي يحكيها هو بنفسه يقول كانت معنا مفاتيح الكعبة وكنت أفتح باب الكعبة كل اثنين وخميس يقول بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرب اللي كانت عليه من قريش كابلني رسول الله ودعاني للإسلام وقتها كنت كاف يقول فأقول له يا محمد والله هناك عجيب أنت وضعك عجيب كيف تطمع أني أتبعك أنا وقد خالفت قومك ودين قومك وجئت بدين محدد فرفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فجاء يوم من الأيام اللي أفتح أنا فيه باب الكعبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحضور اللي كان يبغى يدخل الكعبة في وقتها كان يبغى يدخل مع الناس يقول فأغرثت عليه ونلتوا منه يقول والعجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلم عني ما سوى لا شيء يقول وقل لي بكل هدوء يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضحه حيث شهد الفناظر كلمة غريبة يعني خاصة بعد ما أديت يقول فقلت لقد هلكت قريش وذلت يعني إذا حصل هذا الشيء يعني قريش راحت فيها فقال بل عمرت يوم إذ وعزت يقول والله إن دخل الكعبة وكلمة هذه لها صدى في قلبي وجلست أفكر فيها فترة طويلة حتى إني صدقت كلامه يعني ثقة اللي كانت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمقالها يعني شيء ثانية وعجيبة حتى إني رغبت في الإسلام لولا أنهوني قومي نهي شديد شفت الموقف هذا لا دخل بقصتنا اليوم الآن عرفنا قصة هذه العائلة وقصة عثمان بن طلحة مع رسول الله فضلك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا وكتب أنس أكشن بإذن الله العلي العظيم رح أطر عليك من دوما نطول بسم الله نبدأ كان حول الكعبة 360 سنة يقولون الصحابة والمسلمين يوم توسطنا مكة وصلنا عند الكعبة يلقين الثلاثمين وستين صنم هذولا مسمرين بالحديد ومربوطة ومشدودة بالحديد خايفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدمها فربطوها وثبتوها في الأرض من خوفهم عليها يقولون في يوم وصلنا كان نهار يوم من أيام رمضان وكان ما باقي على رمضان لا أيام بسيطة يعني في أواخر الشهر في العشر الأواخر يقولون وقفنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يجي ما نقدر نسوي شيء إلا برسول الله وأمر منه فوقفنا في ساحات الحرم بس النبي وقتها كان في دار أم هاني بنت أبي طالب كان يغتسل قبل دخولها لمكة فتقول أم هاني كانت فاطمة بنت رسول الله مع أبوها وكانت تمسك لها الغطاء وهو يغتسل عشان يغتسل ويلبس وهو متستر يعني تقول من بعد ما اغتسل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أخف منها إلا إنه يتم ركوعها وسجودها وتقول والله ما قد شفت رسول الله يصلي هذه الصلاة من قبل فاستدلوا أهل العلم بأن هذه الصلاة هي صلاة الفتح فإذا فتحنا بلاد من البلدان من السنة لقائد الجيش إنه يصلي صلاة الفتح ثمانية ركعات يسلم في كل ركعتي وهذا اللي كانوا يسوونها الصحابة يمكانوا يفتحون البلاد الإسلامية علمهم إن الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالنبي يظهر لهم على ناقتها القصوة كان جاي من بعيد الهرم يقولون الصحابة ما عبرنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر على ناقت كان راكب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ومخفض راسه حتى إن لحيته كانت تمسح في ظهر القصوة يعني مخفض راسه لهذه الدرجة من التذل لله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل بصوته الجميل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة وكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم باين وجهور من دون ما يرفع صوته كان صوته في بحة جميلة صوته كان مميز وجميل وواضح وبعلي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكة بعد ما غاب عنها عشر سنوات وخرج منها وكان يقول بلسانه والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك ما خرجت وخرج منها ووعدها الله بالنصر بأنه يرجع منصور والآن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها وهو متدلل لله يحمد الله على نصر بعد عشر سنوات والآن صار وقتها يناظرهم في ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومختلطة مشاعرهم بين الفرح والحسن يقولون الصحابة فمشى رسول الله حتى الحجر الأسود فسلم على الحجر الأسود بعصن كانت معه يقولون ومن بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف حول الكعبة وحول الكعبة أصنام مليانة 360 صنع فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أشهر ومن بعدها توجه للأصنام بعصن يقولون الصحابة الأصنام كانت مشدودة بالحديد ومسمرة وكانوا المشركين حريصين أنها ما تتحدد لو عشر رجال يقومون يحاولون في هذا الصنم يهدمون ما يقدم من شدة تربيطهم لها بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعن الأصنام بعصاه فتسقط على وجهه بطعنه واحد المنظر عجيب ومهيب جدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطلة كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيده وبعدما هدمت كل الأصنام اللي حول الكعبة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة ونادى عثمان بن طلحف يقول عثمان بن طلحف توجهت لرسول الله فقال لي يا رسول الله ائتني بالمفتاح رحت لين البيت وقلت لأمي يا أمي أعطيني المفتاح رسول الله يبغى مفتاح الكعبة يقول في يوم قلتها لأمي تغيرت ملامح وجهة وقالت لا ما أنا معطي قال يا أمي انتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وقد هدم كل أصنام انتهى الأمر جالس يحاول فيها حتى أعطتها المفتاح بعد محاولات شديدة يقول فأخذت المفتاح وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه المفتاح يقول فتذكرت الموقف اللي حصل بيني وبين رسول الله قبل البحثة أيام كدبت وكنت أضايق عند نفس هذا الباب يمقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحسي يأتي يوم من الأيام يكون المفتاح بيدي أعطيه من شئت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الموقف ما تذكرت لا في ذيك الأحفة كام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة من بعدها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى عمر بن الخط وأمره أنه يدخل ويمحو كل الصور اللي داخل الكعبة كانت الكعبة مليانة من جوه جميع أنواع الصور والأصناع وقف النبي وما دخل شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل لا في عمرة القضاء وحتى في فتح مكة حتى تمحى الصور يقول عمر دخلت وألقي الكعبة مليانة بالصور والرسوم والأصناع جميع الأنواع اللي تتخيلها حتى إنها مرسوم في جدار الكعبة يقول العمر فأستعين بالله وأكسر الأصنام وأمحي الصور اللي كانت موجودة حتى انتهيت منها كان يعني وكانت كثيرة جدا إلى درجة أنها يعني صعب أنك تلحق عليها كلها لكن يوم انتهيت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعب فلقي حمامة مصنوعة من عيدها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكسرها ورماها في الأرض يقولون الصحابة كسرها بيدها زكي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض صور للأنبياء ومن هذه الصور صورة لإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وكانوا ماسكين في أيديهم الأزلها والأزلها هذه مثل الكاسة فاضية وموجود فيها سهام وفي السهام هذه مكتوب عليها إفعل ولا تفعل فإذا كان الواحد يبغى يقرر قرار مصيري في حياته مثل تجارة أو سفر يروح إلى هذه الكاسة ويأخذ سهم من السهام فإذا طلع في السهم إفعل يفعل وإذا طلع لا تفعل مستحيل باقي يسويه وهذه الفعلة ما تجوز أبدا الأزلها ما تجوز أبدا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال قتلهم الله والله ما استقسما بالألزام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم صور من هذه الصور لمريم عليها السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلوا من الماء عشان يمحوا هذه الصور بيدها جابوا الصحابة الدلو هذا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدلو وبدأ يمحي هذه الصور وهذا يدل على أن الصور كانت مرسومة على الجدار دليل واضح على أن الرسم الأرواح لا يجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يمحوها ويقول قاتل الله قوم يصورون ما لا يخلق شوف كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على محو الصور وطمسها ويجيك واحد كده وجه مربع يقول لك لا فيها اختلاء مصيبة ورد ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيدله وجالس يمسح الجدران من الصور وكان يقول قاتل الله قوم يصورون ما لا يخلقون والحين تلقاها زينة في البيوت صرت زينة في بعد محو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الصور اللي بقيها أخلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه باب الكعب والصحابة كلهم برا يعني ينتظرون رسول الله وما كان مع رسول الله إلا بلال بن رباح وأسامة بن زيد وحثمان بن طالح ثلاثة صحابة فقط يقولون الصحابة فمكث في الكعبة طويلة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة يقولون الصحابة بعد فترة من مكوث النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة خرج بس أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسابقنا على رسول الله وكان فوق درج الكعبة وكان ماسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم بعدها قال من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن بعدها بدى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع مشركين قريش فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم إيش بيسوي فيكم وأنتم اللي سبيتوه وأديتوه وعذبت صحابته وتجمعت على قتل حتى تردتوه من مكة اللي تعتبر أحب البلاد إلى رسول الله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مش تتوقعون بسوي فيكم أنتم الآن تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر بقتلكم كلكم كان حق له بعد الشيء اللي سويتو فيه قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطرق شفت القصة هذه ترا هي ضعيفة لكن اللي مجتمعين عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم بعد اللي سووه فيه واعتقد لو أن أي واحد مننا صار له ثلث اللي صار للنبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومكنها الله سبحانه وتعالى منه أنا أقسم لك بالعشر ممكن تفتح فيه محل شوارد من لحمة فقط شوف يا أخي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عظيم الله اللي خلق السماوات والأرض فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بس أبو سفيان ما كان مكره كان يناظر بهذا المنظر وهو مو عاجب هالوضع بداخل هالوضع مو عاجب باقي في نفس الشيء ما حسن إسلام بس الآن المفتاح بيد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار النبي صلى الله عليه وسلم يملك المفتاح ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعليل إلى آخر الآيات نادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وعطاه المفتاح وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها إلا ظالمة يقول عثمان بن طلحة فأخذت المفتاح ورجعت الأمي وأعطيتها المفتاح إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديني مرة ذالية يقول فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم في قلي ألم يكن الذي قلت لك قال عثمان بن طلحة بلى يا رسول وإني أشهد أنك رسول الله في المفتاح مع بنو طلحة إلى يومك هذا واللي يسمون ببنو شيبة بس شفت المنظر هذا كامل كان يشوفها أبو سفيان سيد قريش زماني يقول كنت أشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يمشون وراء وأنا أفرم بداخلي ما هو عاجبني الوضع مرة بنفجر وكنت أقول بنفسي جو نفسي أني لعوت أقاتل هذا الرجل وأنني أجمع مجموعة كده وأنقلب عليه باقي أفرم بداخلي وكل هذا يجري بنفسي بداخلي يعني حتى ما نطقته بلساني يقول وأنا أحدث نفسي بهذا الحديث بموت من جو تاكني الحسرة إلا بيت تضرب على ظهري بين كتيفين يقول فالتفت إلا برسول الله في وجه ويقول لي إذن يخزيك الله يقول أبو سفيان إن صدمت صدمة قوية جدا لأن هذا الأمر جاهز أحدث به نفسي مستحيل أحد أصلا ما تكلمت به أصلا ما قلت حرف ما في أحد مطلع على اللي في نفسي إلا الله سبحانه وتعالى ومستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إلا من الله يقول والله ما أيقنت أنه نبي حتى الساعة تيقنت بأنه نبي لأنه ما في أحد يعرف اللي في صدق غير الله سبحانه وتعالى تيقنت بنبوته وهذه القصة ذكرت في دلائل النبوة للبي كانت من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل هذه الأحداث كانت قبل صلاة الظهر في يوم جات صلاة الظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح إنه يطلع فوق الكعبة ويؤذن لصلاة الظهر فطلع بلال بن رباح على ظهور الصحابة وجلس يتسلق الكعبة يتسلقها حتى وصل إلى أعلى الكعبة وقف بلال بن رباح فوق الكعبة والصحابة تحت يناظرون في بلال بن رباح وبدأ بلال بن رباح يؤذن لصلاة الظهر يؤذن رضي الله عنه بصوتها الجميل والصحابة مو مصدقين المنظر منظر يعني كانوا يتمنون زمان كانوا يتمنون فقط أنهم يطفون حول الكعبة والحين بلال بن رباح فوق الكعبة ويؤذن لصلاة الظهر كانت هذه الصلاة أول أذان للمسلمين علنا في مكة المكرمة بس كان في مجموعة جاسة ناظر في هذا المنظر وهم حروقين من جوا وكانوا ثلاثة أشخاص فكان أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هجام كانوا جالسين بفناء القعبة في مكان ما فيه أحد كان خالي المكان هذا وكانوا جالسين فيه وما خذي الراحد وكانوا وقتها هم من المشركين فقال عتاب لقد أكرم الله أبي أن لا يسمع من هذا اللي جالس يأذن ما يغيره كويس إنه مات قبل ما ينفحس من الأذان اللي قاعد يسمعه والله إنه في بلية عظيمة حنة فقال الحارث أما والله لو أدري أنه على حق لتبعته لكني أدري أنه على باطل وأبو سفيان ساكت ما أتكلم باقي في عقلها الموقف اللي حصل له مع رسول الله فقالوا أنت يا أبو سفيان وش مشاعرك في هذه اللحظة البئيسة اللي قاعد نعيشها فقال لهم والله ما قول شيء وخروا عني كلكم قالوا ليش يا أبو سفيان أفع عليه شفيك كده قلبت علينا فقال لهم لو تكلمت بيعرف عني رسول الله قالوا له وين محمد وين وحنا في مكان ما فيه أحد وشفيك يجيهم هم جالسين في سقح يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد علمت الذي قلت وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل اللي قاله بالحق فانصدم كيف حرف واستوعبوا مقصد أبو سفيان في اللحظة قالوا الحارث وعتاب والله ما اطلع على هذا أحد والله إن في مكان ما فيه أحد فنقول لنا أخبرك نشهد أنك رسول الله فأسلموا أسلموا الثلاثة كلهم وحسنوا سلامهم وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد الصلاة انطلق أبو بكر وجاب أبوه أبو قحافة وكان شائب كبير في السن من كبر سنة أصيب بالعب وشعر لحيته بيضاء يا الله يا الله يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه قال أبو بكر يا رسول الله والله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت يقول أبو بكر فأجلس أبويا بين يدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ثم قال له أسلم أبو قحافة شايب كبير في السن يقول أبو بكر فأسلم أبي في هذه اللحظة ولكن تفجرت أنا بالدموع بكيت بكاء شديد أمام رسول الله يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيت إيش تتوقعون سبب بكاء أبو بكر في هذه اللحظة إن أبوه أسلم قبل يموت لا يقول يا رسول الله تمنيت إنها عمك اللي أسلم في هذه اللحظة ما تمنيت إنها أبويه تمنيت إنها عمك لأني أدري إنه قد إيش تحب وأدري كيف تأثرت من إنه مات على الشرك فبكيت يا رسول الله حزنا في هذه اللحظة عمك كان في مثابة الأب بالنسبة لك يا رسول الله تقول فتمنيت في هذه اللحظة إنه يكون عمك أبو طالب بدل ما يكون أبوه فبكى أبو بكر حتى امتلى وجهه بالدموع من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الكثير من قريش فيها ذاك اليوم أسلم الكثير حتى إنها تجمعوا قريش يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتش كل من يمر عشان يبايع رسول الله وفي هذه اللحظة كانوا الأنصار يناظرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناظرون بنظرة حسنه هو في مكة في قرية في المكان اللي يترعرع فيه أحب البلاد إليه بين عشيرة وفي المكان اللي عاش فيه طفولة قالوا أما رسول الله أدركته رغبته في قرية ورأفه بعشيرة هل تتوقعون أن رسول الله بإنسانه؟ خلاص رجع لمكة بإنسانه ويتركه وبيجلس بين أهله وعشيرته وقومه ويعني يقولونه وكذا يقولون ما يبغون النبي ينساه ويتربسوهما في هذه اللحظة إلا بالنبي ناديه يا معشر الأنصار فانطرقوا الأنصار كالعادة يسمعون لرسول الله ويقولون لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله فتجمعوا كلهم حول رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم أن الرجل أدركته رغبته في قرية قالوا الأنصار قد كان ذلك يا رسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا إني عبد الله ورسوله حاجرت إلى الله وإليك والمحيا محياكم والممات ممات كذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي قالوه الأنصار يقول أبو هريرة فتفجروا الأنصار بالبكاء حتى وصلت دموعهم إلى أنحارهم من البكاء رضي الله عنه قاموا يحضنون رسول الله ويقولوا له يا رسول الله ما قلناها إلا رغبة في صحبتك يا رسول الله ونغار من أن أي أحد يأخذك منه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذيرانكم وبايعوا كل أهل مكة رسول الله في هداك اليوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدر دم عشر من الأشخاص وين ما لقيوهم الصحابة يقتلونه حتى ولو كانوا متمسكين بأستار الكعبة انطلقوا الصحابة يدورون لهذول الأشخاص واللي كان منهم هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان باستجمعوا نساء قريش لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين هذول النساء هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان وكانت متخفية ومتنكرة بينهم إلينا هنا وصلنا لنهاية قصة فتح مكة وبإذن الله في الحلقات الجاية بنذكر قصة هند بنت عتبة والعشرة اللي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماغه بس قصة فتح مكة انتهت لحاث الجزء أربعة إساء بإذن الله بأجمعهم في مقطع واحد عشان يسهل على الجميع ربط الأحداث مع بها وتكون لنا ولزمان نشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصافرك وأتقول لك أشوفكم على خير بتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته